بسم الله الرحمن الرحيم طلبة الصفة الثالثة لعداد زيكا شباب هنبدأ نحل المحافظات على جيومتري باتر 111 معاصر وق كتاب المعاصر يا شباب كرشة نمبر 1 choose the correct answer from the given the measure of the reflex angle of the angle whose measure is 100 degree out of 360 minus 100 it is 260 degree if a lies on the circle n of a diameter say 8 cm then m a equal 4 cm if the radius is 4 cm the number of axis of symmetry of the parallelogram is 0 a b c d is cycle quadral which are cycle quadral which measure of angle b equal 50 degrees and measure of angle d equal 180 subtract 50 you know 130 degree because a b and d are supplementary angle on the cycle quadra such as that a b c d measure of angle b plus measure of angle d equal 180 and 180 minus 50 equal 30 130 degree which are five the measure of one of two piece of angle of an isosceles triangle is 40 degrees and the measure of the vertex equal 180 subtract 40 plus 40 and we have an isosceles triangle and the two ways كل واحدة فيهم قبل 40 degree if i should not give vertex all 180 subtract 40 plus 40 40 plus 40 80 180 minus 80 equal 100 degree the inscripted angle drawn in same circle is right angle find the measure of the arc which represent force the measure of the arc and all force times 360 equal 90 degree then calculate the length of the arc of its radius length of the arc the circle is 14 cm and the radius can 14 cm depend on the correlation to l over 2 by r equal angle of x and the measure of the circle is 300 c 60 in the meter it will be force if you remember the rule if you remember the rule it is a example l over 2 by r equal x degree measure of central angle over 300 c 60 l over 2 times 22 over 7 multiply by radius if you remember the curve here we can then calculate l over 2 times 22 over 7 multiply by radius magnitude 14 هنا نختصر او7 yang lebih banyak 1 power power having power power se ق AND ON نحن لدينا شباب لا يمكن أن تكتب بروف و تحفظ معي أو تركز معي للفهم و تكتب في الكراسة لدينا شباب لا يمكن أن تكتب في الكراسة هم إرداء الخروجات أرغب ب وهو إبيض Pent وداية 50 كده اثباتنا لها 40 ديجري او وجدنا الريزلت 40 ديجري بالبروف نرسم بالرولر 5 سنتيمتر ترسمها بالمسترة بعدين تجيب الكمبس تاخد الكل فوق كده او الكل تحت توقف عند الا وتوقف عند البي توقف عند الا بالكمبس تاخد قصله فوق وقصله تحت كل ده هتعمله انت الوقتي تشتغل معاي خلاص بعد كده بنرسم بالرولر بنجيب المسترة والقمرة سمين الا السيمتري تمام يعني توصل البوينت اللي جات فوق والبوينت اللي جات تحت بعدين فتحنا كومبس يعني شباب خدنا قصله فوق كده وقصله تحت تمام نجي عند الاي ناخد برضه اركل فوق اركل تحت تتقاطع كده في مقطة ونقل اسمينه بعد كده انا عايز ألسم السيركل ألسمها ازاي بفتح الكمبس قد ايه ها ها لديك الكمبس لابده كان بثير سنتيمتر يعني توكلم لانة عندك الراديس بتاع السيركل اللي راح تلسمها اكبر من الواف ان الواف من الواف الواف يبقى فوق الابي والتاني يبقى تحت يبقى هنا الام للسيركل اللي هنرسمها وهي الام داش وتجي تفتح الكمبس وتقسي الديستانس من ام لحد اي سلي سنتيمتر وتقسم السيركل الاوانية طبعا هتعمل ادوات وتجي هنا عند السنتر التاني توقف بالسن الحديد هنا وتقوم راسم السيركل التاني يبقى انت كده راسمت ايه بتعملها بقى بالادوات الهندسية باول حاجة خالص بتلسم تمام بعد كده بتفتح الكمبس تقف عند البي تفتح فتح اكبر من النص وتاخد قسلي فوق كده وقسلي تحت تجي عند ايه بنفس الفتحة تاخد قسلي فوق وقسلي تحت الاتنين تقاطع في نقطة ايه تقوم جايب المسطرة وموصل تجي بالرولر كده وتقوم موصل عشان مش فاهم بيقولها تاني هاي ولات بعد كده خلاص انت لسمت لاين سيمتري لازم تعمل بعد كده بتجيب الكمبس وتفتحه 3 سنتيمتر عشان تجيب السنتر 1 وسنتر 2 تم واقف مثلا عند البي كده بالسن الحديد وفتح الكمبس 3 سنتيمتر وتقص كده فوق وقصلي تحت كده بنفس الفتحة خلاص وتقوم جاي بقى واقف عند السن بحديد هنا عشان تلسم السيركل هتفتحها كام سنتيمتر ثلاثة 3 سنتيمتر تم واقف عند البوينت دي ولازم السيركل بتاعتك القوانية لازم السيركل تعد على وتجي هنا بالسن الحديد عند السنتر اللي فوق تسبت السن الحديد وتلسم السيركل التانية ها هتقوم مع عدية كده يبقى عندك ده بالنسبة طيب بالنسبة هنكمل بقى المسائل عند هنا شايفين يا شباب في هنا اتنين دول زي بعض يعني التريانجل ده بقى الانجل دي زي الانجل اللي هنا وعندنا يبقى 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 طيب انت عايز تجيب مين تعال بقى نحلها بروف كده وكتب وراي عشان اجيب اكس واي قوله صاتي زي الانجل ام اقوال اه سنترال انجل تقوله دي سنترال انجل زين اكس واي اقوال 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 يبقى انت كده يجبت الارك الاولى اللي اطلب بعد كده اكس زيد واي اقوال 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 طيب بسيطة يا مصدر يبقى أول حاجة هتقوله such that M and N are two intersecting circles at A and B then AB is a common chord AB is a common chord and M and Lining join between center 1 and center 2 then AB بربندكلر 2 هتقوله بقى أن AB بربندكلر 2 NM تمام كتبتها ثم تقوله such that Hx تعمل Hx كده على حلمة Hx is a tangent to the circle M at x وعندي Mx is a radius يقوله ثاني such that Hx is a tangent to the circle Mx is a radius then Hx then measure of angle x equal 90 degree and measure of angle y 90 degree then the figure because because measure of angle x plus measure of angle y equal 180 x and y are supplementary angle then the figure Hx in y cycle quadral لازم نثبت أن في two angle الصممشن يكونوا opposite يعني يكونوا opposite والصممشن بتاع 180 تمام طيب عندنا هم كوكشة اللي بعده اي بي اي بي اي بي ازا طيب وعندي في طانجنت وفي ثانية وفي ثانية وفي مجرور فعنه اي بي اي بي اي بي اي بي اي بي اي بي من انت اي بي طيب اي بي ام خد بالك انت اثبت الهو اسوسة تائنجل وفي انجل سيكستي هو هيكون نثبتها ازاي اول حاجة انت ملاحظ ان ان دي اي بي اي بي حاجة دي سريع ما عندنا يا أولاد مهمة طالما عندك يعني الامي دي بتمر بالسنتر وكمان بايسكت الكورد يبقى انت هتستانتج الامي دي بربن ديكلار ومه بيسكت x z Then mh will be declared to x z Then measure of angle d equals measure of angle h equal 90 degree So measure of angle d plus measure of angle h equal 180 then the figure x d m h is a cycle quadral أنت أثبت للسيكل كواترال. زي المشارف الأنجل X plus المشارف الأنجل M equals 180. لذلك المشارف الأنجل X equals 60 degree. and MD equals MH. لذلك X, Y will be equal X, Z. You have two coordinates. أنت أثبت للXY equal X, Z. 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 طبعاً تكتب كل الخطوات ضaver surgery. تمام؟ تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي دخلناها في منزج المدرسة نفس المسألة تعال حلاتاني سات انجل ال انجل زين اقوال مجرع في انجل اكس اللي اقول له صحي زات يبقى انت اثبت الوقت من انجل وان تعال بقى عشان نسبة نوع سايكل قادرت ان اميحتاج اثبت من الانجل اللي هي ذي اتو ازاي خد بالك انت عندك وعند زين هيا Us يبقى اثبتنا for F وان اقوال مجروف انجل تو. ليه? لان دي مرسومة على الارك دهو. والتو برضو مرسومة على الارك اكس زيت. دي بقى تنجسي زي الانسكريبتد. ديتين زي بعض. اقوال مجروف انجل تو. وكمان عندي يعني حرف الزيت ده ها شباب. مجروف انجل اكس اقوال مجروف انجل اتش. يعني وان زي سري. طيب انت اثبت ان وان اقوال تو. يبقى مجروف انجل تو اقوال مجروف انجل فري. تمام? وبالتالي اثبتنا ان سان اول زي 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 د ال از سايكل كوادرا. ليه? لان انت عندك الانجل اقوال انترور انجل اقوال انترور انجل وش اوبزت زي انجل اجيسينت اف ات. كده خلصنا التيست. تعالوا شوف تيست اللي بعده.